أكدت الحكومة أن الموازنة الجديدة للعام المالي 2024-2025 تركز على استمرار دفع جهود التنمية البشرية بمحوريها الصحة والتعليم كما تركز على مساندة ودعم النشاط الاقتصادي خاصة قطاعات الصناعة والزراعة وتصدير إضافة إلى الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجة وأوضحت الحكومة أن موازنة العام المالي المقبل شهدت زيادة المصروفات العامة بنحو 29% لتصل إلى 3 تي رليون 870 مليار جنيه أي بما يمثل 22.6% من النتيجة المحلي للعام المالي المقبل موضحة أنه تم استفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم وأشارت الحكومة إلى تمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادي خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية وغيرها من المبادرات بإجمالية 40.5 مليار جنيه ترجمة نانسي قنقر